موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 12 صفر 1439 نجري الموافق الاثنين نوفمبر 2017 ميلادي تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز وقد درس المجلس وصادقة على مجموعة من المشاريع مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات نذكر منها مشروع قانون يتضمن قانون المالي الأصلي ميزانية الدولة لعام 2018 وبيان يتعلق بإصلاح تسيير المالية العامة للمؤسسات العمومية المستقلة وسيتدخل وزير الاقتصاد المالية حول مضمون مشروع القانون والبيان نذكر آنيفان شكرا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان لي الشرف اليوم بتقديم مشروع قانون الميزانية الأصلي السنة 2018 إن شاء الله أمام مجلس الوزراء وقد تمت المصادقة على مشروع القانون هذا كما كان لي الشرف أيضاً بأن أقدم مجموعة إجراءات لإصلاح تنفيذ ميزانية بعض الهئات العمومية التي تتلقى إعانات من ميزانية الدولة ما يخص مشروع القانون كيف تعرفوا كل سنة وزارة الاقتصاد والمالية تبدأ إجراءات تحضير قانون الميزانية للسنة المقبلة في حدود شهر مايي كل سنة بالبدء بدلين قالوا تعطير ميزانوي تقدير المداخل اللي تخلق 2000 السنة المقبلة وتحديد حجم العجز والمؤشرات اللي يا الله يحافظ عليها في إطار سياسة الدولة وعلى ذلك الأساس توجه خطاب بهذا التعطير اللي يعدل لجميع القطاعات الوزارية إياك تطلبهم يعدلوا اقتراحات ميزانيات مؤسساتهم أخذ بعين الاعتبار التعطير اللي معدل وحجم الموارد المتوقعة في السنة المقبلة وتنعطاهم فترة إياك يعيدوا فيها ميزانياتهم ويرجعوا في حدود أجوبتهم في حدود شهر سبتمبر وتعكف عليهم مصالح وزارة الاقتصاد والمالية إياك تشوف إياك التزموا بالاك التعطير وتبدأ أوراك ومسلسلة اللي ينقالوا اللي يزار بيتراج بالجنتر التحكيم مع القطاعات المعينة ويوفى ولين يوفى يحاول هذا كامل يؤثر في مشروع القانون وينعرض للحكومة وتم المصادقة عليه اليوم وبهذه المصادقة طبيعا في الأيام المقبلة قبل يوم الثلاثة المقبل يعني هو هو الأجل القانوني اللي معطي الحكومة إياك تضعه أمام البرلمان إن شاء الله وتعالى يدور يدور يعود عند الجمعية الجمعية الوطنية ضرك الله نحاول نعطيكم الخطوط العريضة المعالم قانون المالية الأصي سنة 2000-2018 أولا يلين تلايب أعدل هذا القانون أن أطره اقتصاديا الاقتصاد العالمي عنده تأثير الاقتصاديات كالبلد بالتالي يلين يعود عنده تأثير عليك الاقتصاديات على معدل النمو يعود أيضا عنده تأثير على الموارد اللي لا يتخلق يخلق الاقتصاد المعين الاقتصاد العالمي هذا العام أكد أعلن ذلك التعافي من آثار الأزمة أعلن أن اللامز أنه ماشيين ماشيين فيه ما فاتم بشكل نهائي يقاربهم تحسن في أداء الاقتصاد العالمي وظاهرنا في 2018 أيضا دور تعود اللامشابه لسنة 2000-2017 أسعار المواد الأولية لا هي تشهد لا حكما الدور تمشي بالاتجاه تشهد زيادات قليلة فيما يخص المحروقات فيما يخص المعادن اللي هي اللي تهمنا أكثر خصوصا الحديد المتوقع أن السعر يتم ذا والله ينقص شوي مقارنة مع سنة 2000-2017 المواد الأولية الأخرى من مواد غذائية إلى آخره أسعارها متوقع أنها تثبت في حدود حدودها 2017 إحنا في 2017 نتوقع معدل نمو بين 3.5% و 4% إذن هذه عودة النمو العالمي أيضا اقتصادنا لشهد جزء منها حيث لأن خلق تباطؤ المعدل النمو سنة 2015-2016 تكامفا من نمو غير ما هو النمو بنفس الوتيرة التي كان فيها في السنوات الماضية دارك بدأنا نرجع لعودة نمو اقتصادي مشابه للوضعية التي كنا فيها نتوقع أن 2018 لا يعود معدل النمو الاقتصادي لأقتصادنا حدود 3% لماذا دارك 3.5% والعام جاء نتوقع 3% لأن 2018 لا يخلق فيها حدث اقتصادي لا يتأثر بها اقتصادنا هو غلق بإرشنغيط اللي كانت ينتج منها كميات ما هي عطبها على الكثرة غير كميات من البترول وكانت مساهمتها في معدل النمو الاقتصادي أزيد من 2.5 السنة الأخيرة اللي هي هاي السنة اللي علينا معناها أن يلو مانقفال الحقل كان معدل نمونا لها يعود قريم من 6 من 5.5% يغير بالرغم من غلق هذا البئر وبالرغم من تأثيره على الاقتصاد اللي يعود ناقص 2.5% احنا لا ينحقه معدل النمو ينقدره ب3 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 معدل تضخم عندنا هذا العام ظاهل لأنه لا هي عقب يوفى لحدود 2.2 2.5% نتوقع أيضا أعلن العام الجاي أنه لا ينتم ولا في ذيك الحدود الحدود اللي هو الهدف المية اللي هو دائما هو الحد اللي يعتبر فيه معدل تضخم عادي الله ينطرح له البال وفضل نمو اقتصادي ما هو نمو كبير حتى بشكل اسمي توازنات الحساب الجاري وميزان 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 التجاري ظاهر نعلنها أيضا لا هي تستمر في التحسن الشهد السنوات الماضية تعرفون الازمة اللي خلقت نهاية 2014 اثرت حتى لميزان مدفوعاتنا لأن صادراتنا من الحديد كانت بحجم كبير وصادراتنا من المعادن الأخرى ووصل العجز الحساب الجاري حدود 29% سنة 2015 نقص الـ 15% 2016 ونقص هذا العام بين 10% و11% نتوقع أنه لا هي تم في نفس الحدود السنة السنة المقبلة هذه المؤطرات الأساسية هذه الوضعية الاقتصادية المتوقعة 2018 لا هي تخلق تسمحنا بعلن مواردنا الميزانوية لسنة 2011 نقدروها بـ 527 مليار لسنة 2018 527 مليار هذه 527 مليار نقارنوها مع المستوى التي كانت فيها الموارد السنة الماضية لا يلاحظوا على أن توقعوا زيادتها بحدود 28 مليار مقارنة بالسنة الماضية 28 مليار مقارنة بالسنة الماضية نفقاتنا لا هي تنتقل لحدود 518 مليار و426 مليون 518 مليار و426 مليون و394 ألف أوقية نفقاتنا السنة الماضية في قانون اللي هي السنة الحالية في قانون المالية المعدل اللي هو التالي كانت 487 مليار و336 مليون و432 إذن لا هي تنزال النفقات في ميزانيتنا لا هي تنزال ب 31 مليار تقريبا اللي هي نسبة 6.38 في المية إذن الميزانية بشكل عام لا هي تتوازن عند هذا المستوى بفائط قدر 8 ملاير و651 مليون لأن المداخيل المتوقعة 527 مليار والمصاري في المتوقعة 518 مليار الفائط السنة الماضية في القانون المالية الأصلي كان في حدود 12 مليار يقير في القانون المالية المعدل كان في حدود مليارين فقط اللي بقيت كفائط توقعاتنا ورخلنا من الملاير كفائط كاحتياط لأن مداخيل الميزانية المتوقعة فيها بند الهبات اللي نتوقع لنا لا ينحصل عليها السنة خلال خصوصا هذه البرامج اللي عدلوا مع بعض الشركاء اللي نقالهم لزبوي بيجتار الدعم الميزانوي اللي عادوا بعض الشركاء يعدلوه اللي عادت عندهم الثقة في مصطرة التنفيذ الميزانية وفي مصداقية الإصلاحات اللي محول اللي محول فيها يقير دائما نقبل الاحتياط أن يتم عندنا فائط لعله ما يجي ذاك بشكله يعد ذاك ما يأثر على النفقات اللي برمجنا طيلت 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 السنة إذن هذا هو بشكل عام تبويب جزء الميزانية الممول على موارد على موارد على موارد على موارد الدولة الذاتية هذا تنضاف عليه ميزاني الاستثمار لايتعود ممولة على موارد خارجية بحدود 145 مليار أوقية السنة الماضية ميزانية الاستثمار الممولة على موارد أجنبية كانت في حدود 142 مليار معنى لايتعود زايدة بثلت مليارات هذه السنة عن المستوى اللي كانت فيه السنة الماضية طبيعة الحال لأن هذا ينم عن ثقة البلد لدى شركاء وعندها يوسر أخر من المؤشرات بين اللي هذا السنة وحده من شهر يناير 2017 إلى حدود أكتوبر وقعنا ما يقارب 700 وثمن ملايين من الدولار على شكل اتفاقي التمويلات خارجية طبيعة الحال هذا ما ينفذ في سنة وحده غير اللي ذا اللي وقع سنة الفين ذا اللي فات خط من 2017 فيها حوالي 20% على شكل هبات من هذا المبلغ اللي قلت تارك إذن هذا كخطوط عريضة هو أهم اللي اختار نقول لا يتشهد ميزانية 2018 2018 خصوصا بجانب الاستثمارات لا يتسمح بتمويل مشاريع مهمة وتابعنا في تحسين الاستبلاج تحسين يعني قصد الله توجيه ميزانية الاستثمار شور المشاريع الملموسة بدأنا هذه العملية السنة الماضية قريبا من 120 مليار قائسة الاستثمار حاولنا لأنها خالط قانون الميزانية خالط فيهم 70 مليار محدودين المبالغ كل مسمي المشروع والمبلغ اللي يقايس تابعنا في ذلك تحسين الاستبلاج دا العام والإكسبوز المقدم القانون المالية فيه 110 مليارات من ميزانية الاستثمار مسمي المشاريع اللي قايستهم مباشرة مشروع كلها مرصود للمبلغ الموزع طبعا حسب القطاعات مثلا إلا أقبضنا بمجال الطرق عندنا ذلك ما بات انصرف من بناء 50 كيلومتر اللولة من طريق بوتيليميت باقي لها 4 ملاير و 500 مبارمجة ومبارمجة ذلك يندفع من الحلقة الثانية من نفس الطريق مثلا اللي هي من عند الكيلومتر 58 للكيلومتر 100 وشي اللي هي 50 كيلومتر من نفس الطريق لا يتعد يبدأ بناءها العام الجاي ينحسب المبلاغ اللي ضروري ويندار إياك يعود معروف مصروف ما قد يوجه للشيء أخر وإياك مملي عندنا قياس على ذا اللي ينتفق شو عدل به بالضبط هذه استراتيجية بدنا نحسنوا بها لسيبلاج من السنة الماضية الطريقوات كاملين اللي لا يعدلوا ذا العام اللي لا ينتفق عليهم ذا هما فات ونعرفوا ومعروف بالتالي اللي هاتلينا نقيموا أداء الحكومة قدوا نقيموه على وثيقة مرجعية والشياء مرجعية قدوا نعرفوا كان ذا وعدل والله ما وعدل ولكم مثلا بناء قطة طريق هذه اللي من بيكا ويت لبيكا سيكنت ويت لا يتوفى كامل العام الجاي اللي تنصرف عليها الباقي 4.5 ملايات طريقة طارتجججة ذا اللي مازال منها حدود 3.8 ملايات كي هيدي مقامة ذا اللي مازال منه مديور نواكشوت روسو ذا المقطع اللي يبثنع لموارد الدولة ذا اللي باقي منه مبرمجة إياك يوفى العام الجاي كيفا بوم دايد مذر ذا الاركيز الزرافية تام شكط اللي اللي برمجت على قانون المالي المعدل الأخير ذا اللي لا هيئيو عدل منها 2018 تبرمجوا مواردو نعمة بونقوباس كنوفى الصالة بن الشاب الطريق الوطنية رقم واحد أطار الزويرات الباقي منو مطار بيرمقرين بكا سيكان تويتر اللي قلت قبيل من طريق الأمل بكا صانويت طريق الرابط بين كرمسين هو والمحيط خبار الميناء ميناء نجاق اللي بتنا الرابط به همجال الإسكان معروف ذا اللي لا هي لا هي لا هي وعدل كامل همجال ليدروليك المشارع اللي لا هي تعدل معروفة لايحتها همجال الموارد البشرية أيضا ذا اللي لا هي وعدل مرصود إذن حاولنا نتابعه في تحسين للسبلاش في إطار قانون المالية 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 هالتحسين الأول التحسين الثاني عام الأول أضفنا تحسين للقانون الميزانية على أن للشطة الممولة على موارد خارجية أنها تجي في الميزانية وتقدم قدام البرلمان وتقدم طبعا قدام الصحافة اللي منهم يبقي يبحث إياك كل قطاع ذاك اللي عنده كامل من الموارد يعود معروف مطروح قدام ما يقد شي منه يعدل على شي يكون معروف بالتالي هذه السنة الثانية أيضا قانون المالية تعود معاه لكل قطاع بنفس لانوموك لا تير الموارد المشاريع كاملة اللي عنده على تأموه الخارجي تظهر ميزانيته وتنشاف إياك يعود محاسب على مجموعة من الموارد لكن اللي عنده كامل الموارد يعود معروف إذن ثابعنا في هذا الإصلاح أيضا هذه السنة في طار قانون المالية لـ 2018 إصلاح الجديد اللي طرينا ذا العام على أن لا يعود مع قانون المالية مؤنك سمعاه ذا اللي قال للتقرير على النفقات الضريبية الأسباب مختلفة فيها شيء الأهداف اقتصادية وفيها شيء الأهداف اجتماعية مثلا ذا اللي نعطى فيطار قانون الاستثمار ذا اللي نعطى فيطار اتفاقيات المعادن ذا اللي نعطى فيطار اتفاقيات مع بعض شركات الدولة كشركة الوطنية المناجم كشركة الوطنية الكهرباء كشركات التي تعدل كامل مع هالة كونترا بروغرام فيها بتيازات ضريبية تعدلها وفيها أيضا الإعفاءات الضريبية اللي تنعطي بشكل اجتماعي حيث أعلن تخفف مثلا الحقوق الجمركة على بعض المواد الغذائية مثلا ما تويش عليها هذا إعفاء ضريبي يا غير هذا يا الله يتم عند المشرع وعند الحكومة وعند الباحثين هذا خسرنا فيه من الموارد سوقعه وقرار صائم ونتم وما شو فيه يا غير وزارة الإقصاد والمالية عادت عندها آلية تقدر كل عام تقول ذي الإعفاءات اللي في نظامنا الضريبي ضرك قيمتها من المداخل كانت لا تتخنى يلو ما عدناها مبلغ الفلان وإحنا ضرك هذه الإعفاءات الضريبية اللي في نظامنا الضريبي كامل تكلفنا سنويا حدود 70 مليار من الأوقيع معناها قيمة جميع الإعفاءات الضريبية اللي عندنا تكلف ميزانيتنا سنويا 70 مليار 70 مليار أوقيع وكلها نعرفه جاي من النين هذه لا يتعود إن براتيك لا يتم يقدم للبرلمان كل سنة مجموعة الإعفاءات اللي عادلت شنفقد من خلالها من المحاصيل الضريبية أيضا قانون المالية طبيعة الحال إنه هو هو الآلية التي تسير بها تعدل بها سياسة الدولة ويا الله تعود مرينا مع الأحداث اللي يشهدها اللي يشهدها اللي يشهدها البلد أسوى طبيعته شنو وفخامة رئيس الجمهورية بما أنه دائما حريص أعلن يواكب المواطنين ويواكب الظروف اللي هما كاملين فيها باكرا نقص الأمطار اللي 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 تحل خصوصا هبعض هبعض المناطق باكرا أعطاء فخامة رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة أعلنها خصوصا القطاعات المعنية على أنها تعدل تقييم للحاجة وتعدل تقييم الآثار هذا النقص المتوقعة على طيلة الفترة المقبلة وذلك التقييم خلق والتعليمات فخامة رئيس الجمهورية أن أعطاها لبزارة الاقتصاد والمالية على أنها تقدم في المشروع المالية 2018 مبلغ ليعود كافي ليقبض الاحتياطات كاملة لياك ما تخلق أي مشكلة في البلد في المرحلة في المرحلة الجاية كيف تعرفوا منذ سنوات حصوصا أنه من سنة 2011 ومن زمن إنشاء الذي قال برنامج أمل الذي عاد مكونة ثابتة وأساسية في السياسة الاجتماعية لهذه الحكومة يرد صد مبلغ من المال لبرنامج أمل السنة هذه كانت 16 مليار من الأوقية 16 مليار من الأوقية 2017 كانت البرنامج أمل ويرد صد مبلغ أخر في مجال الاستثمار في الإنشطة التي تخفف عن المواطنين يعدل منها حفر الآبار في البلدات التي فيها المراعي والبلدات التي عطشانة يعدل منها استصلاحات ريفية على الضفة لا هي مبارك معي ومول عليها برنامج أخر يدخل في تقاليد الموريتانيين هو حريزة اللي ينقال له حش الحيوان حريزة اللي ينقال له الفصة وحش الحيوان بهاللي يلو كان يعدل نعود المشاكل ما هي مطروحة ما هي مطروحة عندنا ورق عندنا موارد مائية كبيرة وعندنا أراضي صالحة والتقنيات في هذا المجال أيضا نطورت حتى بهاللي هكتار واحد يلين 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 يستصلح بذي الآليات اللي عادت خالقه يقدي عايش آلاف من المواشي وينحصات كل 25 يوم يقدين يقطعوا يجدد من المواد المكتملة التغذية الحيوان يقدين يعد الربيع الأخضر في الصيف يوكل به الحيوان معناها أعلن هذه الملات كاملة مسبارك مع موحول فيها المهم فخامة رئيسة عطت تعليمات على ذلك كاملة اللي يقل واللي جاء بالتقييم أعلن أنه يبرمج في قانون المالية 2018 وبالتالي برنامج تدخل السريع ل2018 لا يترتصد له 41 مليار أوقية 41 مليار أوقية بزيادة 10 ملاير أوقية عن اللي كان مرسود له السنة الماضية 10 ملاير أوقية عن اللي كان مرسود له السنة الماضية توزيعها لا يتعود أيام 16 مليار لا يتتابع برنامج أمل 10 ملاير من الأوقية لا يتعود مرسودة لإحتياجات مجال أعلاف الحيوانات وما تعلق بها و15 مليار الدور تعدل بها البرامج الخرى المصاحبة كيف قلت جهر الأبار في بلايدة كاملة فيها المرعاة إياك تعود يستفاد منها والدور تواصل بها الاستصلاحات الزراعية الزراعة المروية إياك تخفف ذلك القادة تخفف والدور تواصل معاها أيضا كيف قلت ترصيخ هذه التجربة اللي بدأ منها مشروع كبير في باكة الأحواش والدور تبدأ كانها تعمم لإياك نعود ما أننا حتى مرتبطين بهذه التقلبات المطرية المطر قاعد تم لا ليني جي ما يعوض بشي يقال بعد تعد عندنا آليات خرامرينة هون تحل هذه المشاكل بشكل سليسي إذن نأكد أن تفخامة رئيس الجمهورية عطي التعليمات وعلن هذا طبية الحال أنه تبلور في قانون الميزاني 2018 فيه 41 مليار من الأوقية لا يترتصد أن هذا الجانب فيه 10 مليارات من الأوقية زايدة على المبلغ اللي كان مرصود السنة السنة الماضية إذن وهم عندي في أخبار الخطوط العريضة للقانون المالية الأصلي لسنة 2018 فيه بيان آخر وقدم اليوم يواصل إصلاحات تم البدء فيها السنة الماضية خصوصا في تسيير الهيئات المستقلة الممارسة كانت عندنا في تسيير الميزانية كانت تفصل بين تسيير الإدارة اليوخة من خلال هذا النظام الهيئات المستقلة يقير كانت فيها إن براتيك خراء هي لا ميزة ديسبوزيسيون الفضل اللي تنعطو المؤسسات تنحاللهم ويسييروهم من خلال تسيير حسابات معهم من خلال سلسلة الرشاد العادي وهذه الصغة فيها قدر من المخاطر اللي حاول نعلنها نحاول نحدهم منها من خلال نظام يضمن أن استقلال يتمهون ويضمن أن مرونة تسيير ميزانوي يا قير المولي يلتزم بالأبجديات المالية العامة ويلتزم أيضا بأبجديات مدهامها تعود ماذا مخاطر كبيرة تستطيع تسبب لها مشاكل ويسمح أننا بلنا تعود عندنا تنفيذ ميزانوي نجبر المعلومات كامل عليه في الوقت المناسب ونحل ونشوف عوايقه بشكل دائم السنة الماضية عدلنا جزء الأول من هذا الإصلاح لأن أي إصلاح من الحجم يعدل الله بشكل متدرج لياك ما يسبب ياسر المشاكل عام الأول بدأينا بإجراء إجراء الأول منهم أن جميع عمال الدولة خصوصا عمال المؤسسات العمومية بيهنين وواغين الدولة كانت يعدلهم يعودوا كاملين يخلصوا حسب نفس النظام ما يعود بينهم فروقات كان بينهم ياسر من الفروقات لأنهم ما يخلصوا في الوقت وكان بينهم ياسر من الفروقات لأنهم فيهم جزء كبير ما عنده التأمين الصحي ولا عنده التأمين الاجتماعي وكانوا يخلصوا ملي فيها سلم الفروقات لأن رواتبهم ما هي منظمة وما زارت بعد فيها شي ما هو منظمة قلت يجبر سائق في هذه المؤسسة يجبر ضعفي ليجبر سائق ومؤسسة خلال ومدير في هذه المؤسسة يجبر ضعفي راتهم مدير معاه في نفس المؤسسة لأنهم اكتتابهم ومؤمنتهم تعدل على أساس كل مؤسسة وطبيعة الحال كانت فيه وعرة التكرار الملي لأنهم كلهم يسيروا في جزء والتالي قدر قلت يعود إله يخلص ويخلص إله ويخلص إله يجمعناهم في نفس قاعدة المعلومات وعادوا يسيروا يرتصد المبلغهم من النهار الأول متى وعشر شهر فيها كنم وفيها الكيس وفيها عقاب الخلاص اللي يجبر يجبر يرتصد ينقفر عليهم من النهار الأول هذا قانون الميزانية فيه 141 145 مليار من اللوقية لا ينقفر عليهم ما مستفاد حد منه ولا هو مفونكسيوني عليها ولا هو طالص منه وفيها ولا هو معدل من هشي هاي لا ينقفر عليها قائسة لا نخلصها ولا يتم كل شهر سابق اليوم الثلاثين فيه هو الدنيا كاملة تخلص والدنيا كاملة لا يقسوا تكون تزيء في نفس الوقت قائسة كنم وقائسة كيسة ما عندها مشكلة ما يصبح لا يجيه وليين يجيه يقولون أنتم المؤسسة اللي متوالدكم ما كون تزيء هذا بدنا فيه الشهر الثاني عام الأول وانضبط ولا ثلاثة عنده مشكلة وتخطينا عام الأول قبضنا خمسين مؤسسة من المؤسسات العمومية كتجربة وعدلنا قبضنا حساباتها في تريزور وعدلناها تستخدم نظام الرشاد العادي كيف تدنيا كاملة نظام الرشاد من الوهلت سنوات فرق ينفتح الفصل النهار الأول منه ما زال الفصل جاء ينفتح والنهار الأول من الفصل أخر ينفتح وإنه يوفا الفوصل الأربعة وسيرناهم على الرشاد ولا نطرحت فيهم أي مشكلة طبيعة الحال المداخيل هم مملي به اللي فيه مؤسسات تحصل هي مداخيل خاصة به لو كل المداخيل ما كانوا مضبطة ولا كانوا والفياسة من المؤسسات ما كانوا حتى وغروا ميزانياتها وغرق بمأن ما تلاقيوا وعدوا حسابات خاصين بهم لو كل المداخيل يدخلوا ميزانية الدولة يا قيري لن يدخلوا فيها ما لا يستفاد منهم ما هذو المؤسسات يا قيري يا الله يعود معروف عددهم إياك تعرف الدولة لكن لا يتزيدهم بيشنه وبالتالي هذا التأثير وعدل على 15 50 مؤسسة السنة الماضية ومداخيلها ضعفت ذاللي ظاهر منه ضعف نفس الإجراء لا ينقبوها العام مجموعة من المؤسسات الأخرى ولا يتدخل مملكة دفعة ثانية في نفس النظام خلاصاتها فات تتخطات لغير جزء تسييرها فيه دفعة ثانية من المؤسسات العام خصوصا فيه الوكالات كيف توكالة التضامن وكيف وكالة الحالة المدنية وكيف المفوضيات الثانتين وكيف مجموعة من الوكالات مؤسسات مملكة إدارية طابع إداري ما دخلت عامل وفي الدفعة اللولة لاهي يدخلوا نفس الشيء لاهي تعود ميزانيتهم لاهي تعود ما أتلعت عندهم حسابات ونفوة الترزور يا غير لاهي يعودوا يستخدموا نظام الرشاد وده لا يشطر لهم هو الدنيا الشيك من اللولة لاهي ربي هو لا يشطر لماذا لا يشطر بيهلي ديك لا ميزة ديسبوسيون دفون هيك تقسم الفضة كانت أنسير كويوخال على المين العامل الوزارة المعنية ويقد يحصر ويقد يربه ويقد يخلق فيه ذاك كامل اللي يخلق فيه وإليين يجيهم هما إليين يجيهم هما تعود حق المشكلة ما تلاتفن به اللي عندهم كارن تشك وتعدي وعدي لذيك الإجراءات كاملة يا غير كانت تعيشي منهم توفع لي السنة المالية والفوة عنده ما استخدمها في خين عندنا مؤسسات تخرى توفع ليهم السنة حساباتهم دبيتار وهي دولة وحدة بس من حيلة هذا ما عنده موارد وهذا عنده موارد مقفورة عليها ما هي معاملة ذيك الموارد الما هي معاملة يا الله ترجع الميزانية الدولة يا غير اللي أنت بل لا يتبرمج العامل جاي مفتوح لك تبرمج العامل جاي ولا يتقبل من اللي فضتك عليه يا غير تكيمي اللي فضت هذا ضد تسيير سنوي للميزانيات إذن وارك إش لا هي يخلقوا وارك ما تلاتك مدير المؤسسة هو هو الأرض ومحاسب اللي كان هو محاسب لا هي يلعب دور لكونترولير فنانسي من فا ما تلاهوا عندهم علاقة بالوزارة لا هي يلعب دور لكونترولير فنانسي المراقب المالي وبالتالي تعود في الحالة العادية عادوا اللهم الاثنين هم اللي تلاهوا في السركوية معنى أنهم ما يلاهوا يحصرهم بينما كان معاهم فيه طرف 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 آخر هذا طبعا جميع المعلومات لا يتودعات في النظام ولا يتعود ميزانيتنا حق حق ميزانية واحدة ما ثلاث ميزانيتين إذن هذا هو محتوى النشاط اللول اللي يعدل دا العام في نشاط هاني هذا مشاريع هاللي قالهم اللي بتجد المشاريع الممولة على موارد خارجية كانت نعطاها أيضا تساهم الدولة فيها لميزانية الاستثمار ولا تعدل هذه لا ميزاني سبوسيو هم اللي هذا الجزء دارك لا يأخذ يعودا لا كيف استثمارات الدولة لقائسة إداراتها لكاملة معنى أنه لا يأخذ زاده على نظام الرشاد كيف كيف تأخذ عليه هي ميزانية الاستثمار في حدود 120-130 فيها قريب من 112-113 قائسة المؤسسات العادية تأخذ على النظام ولا يطرحها مشكلة لماذا مشاريع إقلال تعود ما تأخذ على النظام خصوصا أنه في نظامنا لزود يعني تدقيقات اللي عدلوا كانوا الممولين الخارجين لمواردهم ويمشوا إياك ما كانت تشمل الجزء اللي ممول على ميزانية الدولة دارك طلبنا لأنها تعود التدقيقات على ميزانية وحدة وذالجزء لا هي لا هي يأخذ لنحن لا يأخذ لا من خلال نظامنا ومن خلال الأمور اللي عادية إذن هذا الإجراء الثاني لهذا الإصلاح السنة المقبلة لا هي يبقى باقيين اللا المؤسسات اللي في داخل البلاد اللي يدرك ما هي مربوطة بالشبكة بالشبكة الرشاد ولا هي السنة نستغل له 2018 إياك تعدل الآليات الفنية إياك ترتبط مع نظام الرشاد وباقيين للي نقال المستشفيات أيضا المؤسسات الصحية كاملة تطبع الإداري متباكين مع أنعمقوا أنعمقوا شن هو أشبه إصلاح يعدلها إياك ما تعود بها اللي حساسة حتى إياك ما تعود في صعوبة في تسيرها لأنها بالحقيقة يا الله لا تعود في قدر من المرونة بها اللي تعود فيها حالات إنسانية وأمور لا بد من تنبضل الإجراءات اللي يا الله إذن هذو أيضا هم أهم عنوين البيان الآخر اللي يتعلق بالإصلاح اللي ذكرت لكم شكرا جزيلا شهداتي الحمادي موقع الجاليات غير ما يعكس على المواطن البسيط لأن الشباب يعاني من البطالة والأسرة تعاني من الأسعار والطفل يعاني والسرقة تنزاد والجرائم ينزاد ينقل لسياسة الحكومة أنها ما عندها رؤية واضحة لمعالجة المشاكل وشكرا شكرا معي الوزير تتحدث بعد الأوساط الإعلامية معي الوزير أن هناك عالميزانية المخصصة اللي ديوان وزير المارية تم تجاوزها ما بلغ كان محاد تم تجاوزها هذه السنة منظر معي الوزير كيف تردون على هذه الشائعات والله هاي الأنباء جد الثاني من سؤال معي الوزير يتعلق بصلاحيات الأخيرة اللي عطيته اللي عادت للمحاسب ومدير المؤسسة هم اللي مسؤولين عن تسيير المؤسسة منظر العزيرة كان ممنكم طرحته آلة للتفتيش في حالة المحاسب اللي عادوا الأورديناتير وعادوا الكنتور الفنانسي ديوان منظر كانوا زادوا مولي لا يعرف علنو لفين ديواني حاسوا مولي انو عندو فم آن كونتور لستريكت عليه شكرا أولا نهنؤكم على العرض الشافي اللي عدرتو ثانا نهنؤكم بأحد مشاكل هاي ستين ومالله فغير دائم اللي حاليتو نفس راينا على المتابعة الحمدول المشاكل اللي تطرح في المؤتمر الصحفي سيد الوزير السؤال مطروح في السنوات الماضية الدولة قبل السلين قالوا وبلوكات وعوضت الهلور ساكنين القطاع عرضية وبعض المصاريف لمساعدة في البنيان هون مجموعة قدمت الكثير السيد الوزير هؤلاء الطباء القدماء لأدواء البروفوسورات اللي ساكنين في سيستة المستشفى الوطني ساكنين فيها وتم الأسابيع الماضية اللي جاهم أمر لأنهم يوخوا ديار ومشاو رسالة لكم وقالوا لهم مشاو رسالتكم ولكن ولكم عادتوا وجاوبتوا عليها سيد الوزير الأسبوع الموالي جات شركة كهرباء وقاطعت عنهم الكهرباء مباشرة وهم ما يقابنوا في شركة كهرباء وهم أبنوا للمستشفى الوطني وقاب مدير المستشفى الوطني طاهم الكهرباء بأروف اجتماعية ولياتهم يقرأ وليش هؤلنا اللي قدموا خدمات جليلة للوطن يعود سيد مطلوح سيد الوزير قال لأنكم لسبوع الماضي اللي جات المفتشية العامة للدولة اللي جات الوزارة المعنيين بها ولذلك أتسر على مشاعركم من دراك هالوزير حق والله ما هو حق وشكرا فيما خص السهل الأول استقرار لأن الاقتصاد مستقر غير أنه ما نعكس الحالة المواطنين لطاعة الشباب وغروف صعوبة وغروف وصعوبة خلطة احنا هاي الاشكاليات الكبيرة اللي نتلاح نناقشوها كيف دائما نقول يالله نعودوا نناقشوها الموضوعية هاي الحكومة وفخانة رئيس الجمهورية والتعليمات اللي يعطينا والتوجيهات اللي يعطينا اننا ما نعودوا ذوك الوزراء وذيك الحكومة اللي تكلم ديماغوجية وتكلم بلغة خشبية وتنكر الحقائق وتنكر الملاد ولا تواجه الأمور يا غير مملي هذا كان إن شاف الله على الحكومات ما يالله يعود نخب وما يالله تعود الصحافة وما يالله يعود المعارضة اللي قايل علنها معارضة دور الأمور تتقدم تعود هيزات تستخدم للمواطن لغة ما هي اللغة السليمة ولا هي اللغة الحقيقية ويعود المواطن ضحية لده كامل جابر صعوبة الحياة ومتباركة مدى مع تحيشو شي من الأمور اللي ما هي الخلطة ذي بلد طبيعي ذي شي حل مشاكل المواطنين إياكي قد يعود حلها ما يقدي حلها اللي يعود عنده شقل ويعود عنده دخل يو هو قابضوا من عرقة نارو ما مقروا فيه حد قاد يحل به مشاكل ما فيم حل أخر أبدا المشاكل المواطن ما هي طبيعة الحال إنه دخل اللي يعود عنده وتعود قدامه خدمات يجد يشريها يجد يخلصها يجد يدفع هيلان طالبت منه هذا ما خالق يكون ما خالق حكومة في بلد لا يتقبل الفضة عندها الفضة تقبلها وتقسمها المواطني ما تصح ما تصح هيا الله يعود واضح إذن العمل كامل مادة جدية ومادة نزيه ومادة رهامها لله يتعدل من العمل يا الله يعود من صب على تخلق اقتصاد لا هي يسمح بعلنه يوفر فرص عمل بمداخيل معينة تجعل الأسرة وأفرادها اللي فيها لا هي جبره دخل يقدروا يعدلوا به هذا عنده هل تطرق تعدلها ولا هي الف يقدر يعدل إليه ما يتوفر للشروط ما يقدر يخلق الشرط اللول اللي يخلق أعلم بعد يعودوا خالقين نسيج اقتصادي خصوصا من القطاع الخاص يقدر يعد عنده ذي الحاجات اللي يدنبتها وهذا عندها شروط خرارين نشوفوه الثانية تعد عندنا موارد بشرية عندهم المؤهلات اللي لان خلق تيك الفرص تقدر تخرط وتجبر عمل وتعد له هو العمل اللي يتعدل منه الثالثة الخدمات الأساسية تعد موفرة مجبورة هاي اللي ما يخلق دي المشاكل ما تقدر تنحل جاي دي اللي ما تخرق المشاكل ما تدخل الدولة تشق لدرك هي مؤسسات حدود سبعين اثمانين قيد يلوقع مئة الف في القطاع العمومي المدني يقير موريتان أربع ملايين من الواقش دي أربع ملايين فيها ميتين فيها مليونين مادة لاحقة حاج سن العمل ودور تشتقل هاي ما تقدر فيه مئة الف وإلا وعدل ميتين وعدل 300 وعدل 400 ما حال المشكلة إذن نوهم الشباب ونلعبوا على عقله إلا قنالوا أعلنوا مشكلة بطالته أعلن الفرص اللي متوفرة الدولة أنهم فيهم الزبونية وفيهم كأوما قاعد ما فيهم الزبونية ولا نرجع القضية الزبونية فيهم ما حال المشكلة هي 100 الف فرصة هي المجبورة وتجدد تقريبا ألف نكتبو ألف رقاج والله 1500 كل عام أيوة ذي 1500 قاعد شفاف ولا فيها رقاج ما حال المشكلة مئات آلاف اللي خرق واضح بالرغم من كان شفافية والله ما هي شفافية ما تقارن بعد بالوضعية اللي كانت فيه بيكم اللي ما عند واصحاب لكم إداريين مدنيين وإداريين ماليين ما عندهم حد يتوسط لهم وذي كم مشاوف الدبلوماسية وذي كم قرائ أعلن ما 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 زالت تنجبر إحنا جايين من بعيد وعندنا إدارة صعبة وعندنا إحنا فروس نوخ ورقاج بين كثرة الضغوط وكثرة العلاقات وكثرة هذه دورة لا تنفيذ هنا قال جيدها من يقير بعد الوضع ما يقارن ما هو المهم عندي نفهمه على أن حد شاكل الوظيفة العمومية والله مؤسسات الدولة إن هي لا يتحل مشكلة البطالة هي لا يتحل مشكلة القوى الشرائية هي لا يتحسن من المواطنين إن لا يتجي من الوظيفة العمومية لا يتجي من القطاع خاص وبني نسيج اقتصادي هذا بسمحي لا يقدر يعدل نسيجنا الاقتصادي القطاع الخاص كان إلى زمن غريب غالبيته يعتمد على التجارة وهي الامبرتاسيون دي برودي واحد تعود عنده عشرات الملاير لا يمبرت منه قير كافي والخو يترقل يمشي مع الترانزيتير شور هو اسمه وحد يعود واقل في البوتيك وقار ما نيفر لا يخلصهم وهي اسمال عشرات المايران اللوقية هذا شفيه للشباب اللي ممكن لهم تخرجوا وشفيه للمهندسين وشفيه لذوق وشفيه لذوق وشفيه لذوق هذا والله حد عنده قيات حان الادارة تعدل انفورنسير لا يعود ويشري هون بضاعة ويجي ويجي وقبض جزء كوميسيون هذا هو اقتصاد خاص غالبيت هذا فرصة اللي يترانسفورم هون لا يقول طبيعي احنا ما نقدر نعدل الصناعة اللي هي الشقة لا رواجيش ولا نقدر نعدل الخدمات الزينا به اللي اولا ما في قدرة شرائية ثانية ما في ما عندنا بهم اللي ما عندهم الضو وبهم ما عندهم الطريق وبهم ما عندهم الموانئ اللي عاد عندهم بضاعة يجيبوها والله يمشوها وبهم اللي القوانين ما هي محفزة لهم هذا هو العدل هل لا بدهم يعدل هذ هم الورشات اللي بتفيهم تعرفوا انتم كشباب اللي تأخذوا مرة وتشوفوا أعلن لا قبلوا قطاع مجال الكهرباء لأن هذا اللي نقال خطوط الضغط العالي هذ الفوتوهات اللي عليهم السلوك اللي هم ما ينقلوا على أن ما قطشفنا في موريتان منهم سابق 2009 ما هذ اللي ماشي من هون قايسي ديني ولانكم لا يتكردوا طريق واحدة من الدول ما تم ما مرقوا عينيكم لأنهم هم هم الاقتصاد خرصوا عقب 2009 شوفوا دارك يكانكم اللي مشيتوا على طريق كي هايدي قايسي نلا شوفوا داك لا يتشوفوا وشوفون ومن عند اشرام لا يتقبلوا حكما لكيف عتفي الخطوط وشوفوا من هون قايس نواديبو دا هو مبارك معاه ومن هون قايس زويلات دا هو مبارك معاه ومن هون قايس الضف دا هو مبارك معاه وحقول الزراعة ذو كما يدخل لهم الظو حالا ومناء تاني تاك ولا يلحق له الظو إلي ما تخلق هذه المادة القطاع الخاص ما هو لا يقدر يعدلها لا يجي منه شوي عنده قروب بتكاله باهظة ولا هو لا يقدر نشاط ويتطور إذن لا الله تبارك مع المعادل البنية التحتية إياك إياك هذا الخلق يجي فيها يقدر تعدل نشاط يقدر يخلق في فرص العمل وهذا وبارك معاه الباطن لا هو ضو فهم ذلي وعدل في الطرق وفهم الموان قانون الاستثمار اللي قبضنا 2012 النصوص التطبيقية القانون التجاري اللي كان عندنا قانون التجاري مساعة اللي خلقنا قوانين مراسم وتطبيقية ما تنقبض لأن ما فهم حد ناوي يطبقه انقبضت هذه التحفيزات هذول في دروت نعطلو كل سنة لتحسين مناخ الأعمال ياك نعود 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 أتراكتيف لزين فها كامل موحول فيه المصادر البشري أنت هذا الشباب اللي تكلم عنه وارك عاطب ونتكلمانا عنه ونعرف وياسر هذا اين تقرأ لا نوعين واحد منه خارج من الجامعات واحد ما قرأ قعمل عند الراس الحق سنة شغلة ما قرأ هذا حد خارج من الجامعات اليوم معناه أنه مضى ست سنوات في تعليم الأساسي وستس علامات سنوات اللي يغنعش وقرأ أخمس سنوات ما انطرحت هذا الخلق اللي اليوم اللي يفعل الظروف تحضير الظروف له ما هي منظرك اللي قاع في تكوينه هو أرى أنه صوروا قاع عن فم اقتصاد وفم بنيات قد تستقبله يقير هو ما انقبلت له الإجراءات إياك يكون التكوين اللي يا الله كامل اهدالي عن واحدين يجبروا منح ومهندسين يشتقلوا ومهندسين كذا ومهندسين كذا يقير منذ را كان هم قاع وشق لهما ذوك نحلت مشكلة البطالة هذا هو التدريس الثاني اللي يعدل احنا مشكلة بطالتنا اليوم لا تشكون هلان قبضوا المهندسين اللي ما هي الحكومتين والله انقبضوا لطباء راهما قاع لطباء فات انقبضوا كاملين قال ها ما حل مشكلة البطالة لأنفم آلاف الواقيج مع الدين الاقتصاد ما معنى ها الاقتصاد يقدوا يكونوا تكوين صالح في الاقتصاد وتنقبضهم صالح هذه مسؤوليات الحكومة قال هذا ما انقبضوا احنا لحقناها قدامنا اللي دور الشق الاضار كامل مسيرته الدراسية تحدد سابق للنظام ولا كانت هون لبونة تحتية يقرأ فيها ما هذوك اللي يباتهم يقدوا يمشوهم يخلصوا عليهم في الخارج والله البورس اللي تعطي الدولة التقبضوا الاولين يا قائر بسمحين العادو اولين لأنهم اهلهم كانوا يقبضوا التعليم الخاص وخلصوا عليهم عموم الموريتانيين ما هم يفيدوا الخلطة اذا لا ما هو الحل هاي الحكومة من النهار اللول التلاتة تعدل نظام تحاول تصلح القطاع التعليم اللي عنده وقد قلت تصلحه بطريقين حل بنيوي يا قائر سابق ذاك الحل اللي يبون معروف ان تعليم ما تقلتوا عدل يكون في عشرات السينين جاي يا قائر اللي نبدا ذاك يا الله نعدلوا شي بالعجلة اياك اللي عندنا من الفرص نقدروا نستغل له وعدلوا وعدلوا فكرت إياك نخبتنا نقروها تعليم ثانوي صالح وعدلوا قاع وحدات منه التعليم الأساسي وتلاينا نفتحوا مؤسسات تعليم عالي تقدر تكوننا الموارد البشرية اللي الصبح ذا العمل اللي مبارك معاه على مستوى الاقتصاد الاخر يقدي لجاب نتاجي ويعود ذا الخلق يقدي وشقّل منه شكل صالح وتلايه وعدل ذا مهزلة وتلايه ونكت به والحكومة ضد الشعر وضد الأدب وضد كذا وضد كذا وضد كذا مؤسف ضد أخبارها من ضدها وارد قتعد ضدوه يا قير نراعو ذا اللي الحال اللي واقعين في حالة نختيروه ما يستمر أكثر ونختيروه ذا اللي يقرأوا دارك بالابتدائية ما يجوا الصبح ويعودوا عنده نفس المشكلة لا بدلوا نتلايه عندنا الجامعة كيف قد قط مرات من 82 وين هو المهندس المتخرج من جامعة نواكشفل سابق للنظام ماو خالي ذاكية عندنا بولي تكنيك عاد تتخرج المهندسين ويوخلوا منها ذو كوما شاركوا في امتحانات مدارس المهندسين في العالم كامل وذو كوما نجحوا بيهموا لي بادي وعدلهم تكوين صالح وعدلوا لي كلاس بيبرات وار في نواكشفل احنا كنا ينمشون اقراوهم في الخارج لهم عادوا هون عندنا وعندنا ليسانتر دافورماسيون بروفيسيوليكم متباركين حسنهم ولبحر ذاكو وعدلنا فيه اكاديمية متباركة معها وكلية الطبنا يقعد تخرج أولادنا هذا هو العمل المحول فيه من الجزء الثاني لتعدال موارد بشرية قد صباح تشقل وليه ما تعدل المشكلة ما يليهت الحل ما تقدتوا ذكرتها الخدمات الاجتماعية لعاد المواطن الصبح عنده 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 قدرة شرائية يعود يقد 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 يملي مثلا يجبر خدمة قاعة قدامه هذا عمل الحكومة متباركة مع تعدل ذلي يالله تعدل فيه يقير هذا عمل جماعي وجهده عمل عقليات وهذا الشاب بدلا من ندير فيها اللي تم نملاه لأنه يحقت ولأنه يدعي ولأنه يوحى اللي يحمل المسؤولية اللي يتحملها وقاعد ويكتم في إنترنت شاك على أن هذا لا يحل المشكلة هاي جريمة ما هون حد متهرم المسؤولية ما هون حد متهرم المسؤولية وذين قدت هذا كامل اللي يعدل ما معناه أنه ما فيها غلاط وما معناه أنه ما كان يقد يعدل شيء يشبه منه اللي يتوفر الظروف يقير جهده هو اللي يحل المشكلة وارك وإلى جاءوا واحدين الصبح ما يقدوا يجبروا إذي هي الطريقة الطبيعية اللي تنحل بها المشاكل ما تقل تعدل يكون بذلك الشكل واللي قال لها تشطار واللي قال لها تمشي تعود مدة تعود فهم نخبة تعالج المشاكل بشكل صالح وتطرحمه بشكل صالح ما تسمح للحكومة ولا حكومة أخرى بأن يعود فهم يجوه من الدماغ وجية وجوه من كل هاي اللي يبغي يقول يقول تدرك الحقيقة في هذا كامل لا هي مبشر لأننا بعد مفهومنا لأن هذا عدنا يقين الراعو فيه بادع يعطي النتائج وقلت يامس في المؤتمر الصحفي اللي وعدلت على هامش تقدم البلد في مؤشر مناخ الأعمال قلت يامس سويني حد وين هو إذا شفاة تخلق منه أنا أنا قد نحسب حالا هاته ما تقلت تأكدوا منه نقدر نحسب حالا على الأقل أسبع إذمن وحدات صناعية دور تنطلق سابق من هنا 2018 نقدر نحسبها والله إلا ما نطلقت من هنا الفصل الأول بعد من 2018 دور تخلق لا نحسبها لكم واحدة واحدة والقدور تأكدوا منها فيها ثلاث وحدات صناعية لا يتعود يتعدل هنا وهو موري ثاني لفير عبطون هذا اللي يعدل في البناء ذاك ذاك المصدر اللي كان يجيب الحديد هذا ما عنده يكون كيف قلت يتصل بحد يصنعه ينداره في هذا وينزرق واحدة من هنا من الحواط حيات كبير ينداره فيه كبوب هذا ويتم التاجر يجي وكبوب هذا ولا مش تقال فيه حتى تروازيني تا اندستريال هون وفرص عليهم من مهندسين وفرص عليهم من كهربائيين وفرص عليهم من من بياعة دي زاجان كوميرسيولاي كوميرسياليز وهذا اللي لا يعدلوا لكم أهلة مصانع يدوروا على أبعد تقدير ثلاثة يعودوا فونكسيونال سابق يوفى الفاصل الأول من سنة 2018 واحد منهم ذا هو المستثمر أجنبي على طريق المقاومة مصنع كبير بل لا سنترال صولير اللي تودشن ما هي باطئ اللي على طريق المقاومة حتى عاد لا يوخل يرتبط بطريق الأمل لا يجي عليه دول عسرية مصنع كبروا ملانا وافية في الأعمال لا يعود ينتج لفرعبته ولاه بعيد منه فم مستثمر أخر أجنبي ومعاه مستثمر وطني لا يعدلوا نفس الشيء والمصنع اللي في الشام بين سنين ومستثمرين وطنيين ومستثمرين أجانب يا الله توفى في الأعمال السابقة 2017 ولا يعود ينتج ذي المادة لا هذا القطع لا كميذان ذا اللي لا يشكله مثل هذا في ذي أكثر من ذا اللي كان يولد يولد أكثر وأكثر تنوع ومس هو للشباب اللي عندهم شهادات من ذا اللي كانت تتعدل لا في فليار كامل ذي المادة اللي بات أليمانتر مكرونة هذي والشعرية وذاك اللي وذاك اللي حال كنن أمبرتوا منها كل عام السنة الماضية ما أمبرتين منها أزيد من عشرين ألف طون عشرين ألف طون ما أمبرتينها منها سابق يوف هذا العام في هذلت مصانع موريتانية لا يتعدل لا يتعدل ما كانت تعدلهم هلاثة هذو كامل يجهدهم جابرين دي زا فانتاج دي كودين فستسماه المعدل 2012 وحسن 2016 وجابرين الضو ما كانوا جابرين وجابرين التأطير ووقع لهم شراكة مع المنظمة تغربة أفريقيا كل اللي فاض عنهم هون يقدوا بيعوف فيها ما ندارت عليهم ها تخطيط حكومة تخطيط رئيس ويراعي فيه ها لا يشق لها الواقيش المجال السياحة فيه مركب سياحي كبير ذاك وولاه يوفا حالا فيه فندقين واحد منهم خمس نجوم واحد أربع نجوم وفيه اذنين وخمسين فيلا سياحية المستثمر أجنبي معدلوا هون موريتان لا يعودوا جوه السواح ولا يعود جيه الدنيا ولا هي يخلق نشاط لا يشتغلوا فيه الموريتانيين والفواكه والخضر لا ينبعوا فيه دوروا يكريوا أمرجوا هون يشراوا من عند مزارعيننا وذوك لا يحردوا ويزيدوا المساحة وذا مرتبط كام الأرز إلى 2015 هذه البلد كان يستورد 150 ألف طون سنويا من مارو هذا العام 2017 ما استورد 20 ألف هذا انتجهون عندكم أنه اللي سمن دار قرياج وجه هذا اشتغلوا فيه الموريتانيين وعدلوا احنا مقبلين على الخضروات نعدلوا فيها نفس الشيء ومقبلين على حش الحيوان نعدلوا فيها نفس الشيء إذن هذا هو لا يحل مشكلته هذا هو ظاهرنا ومبارك معاه يكان الصنعكس حالا لا ينعكس يقير ذلي يا الله كان ينعكس وليح المشاكل اليوم ما هو ذلي يعدل اليوم ذلك كان يعدل اليامس ويسول عنه ذلك كان لا يعدل اليامس وحنا نتحمل مسؤوليتنا في الجزء اللي يعنينا منه بعد هذا ينطرح بالشكل المهم طولت يقير ها ولكت نختير نختير نقول فيما يخص السؤال الثاني تجاوز المبلغ المرصود لديوان وزير المالية وحسست قبيل اللي قال لي حد ذنبته ومؤسف مؤسف ذيك مؤسف ان جهة إعلامية تعدل نفس الشيء السنة الماضية وتنعطاها فيها توضيحات اليالله وتعاود وبصياغ اخرى نفس الفترة من السنة نفس الفترة من السنة راعي 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 هدف يا غير احنا ما هو شيء عندنا الحمدلله طبينا عليه ما فمشي اسوأ وشنه يقدي دال اللي عينينا تحت عالمين به وهذه فرصة اللي انتم الطرحين السؤال لعدتم ما تعرو الحقيقة تجبر الحقيقة وذي كي يمن شورة تبش علن في نظام معدلت وزارة المالية وتحت وزارة المالية تحت وزارة المالية تغطي عليها في ذا كامل اللي فيهم الاختلالات وتقول ما تنشر يكون شيء يظهر فيها الشكل من المعلومات معناه ان هذا نافي نهائيا قلت الشفافية في الأمور والتحكم فيها وان المعلومة تنشر يكون المعلومة الصالحة ويقول له كانوا هذو الخطأ المعدلين وقايلين لا يقبض لا يلخلاصة وحدها نحن قاع كافيتا علن ذا هما يدعاوا ان وزير الاقتصاد والمالية انه تخطأ في الصرف ذا المسموح له به وذا ما ناشروا ناشروا ستة ريزور اللي تابع له واللي يقدي دير فيه ذاك اللي يبغي دير فيه ويقل عمل ذاك اللي يبغي يقل عمل ها أولا ثانيا هذي كنتم نقول كمارك فيها عمال الدولة كاملة ولا يجير ها تلاهوا القطاعات ولا يسير ها تسير بشكل مركزي موحد يقير تلحر في هذا تعدل تقديرات ضرك كل القطاع هذا تابع له ويظهر ميزانية وبدلا من هي كاملة تعد مديورة في نانفلوب عند ميزارة الميزانية ذاك التقديرات تعود ذاك اللي يقدر لا هو اللي يكلف ويعود ما هو اللي يكلف قال هذا معروف لان شين داره من الأجور مات لحد مستفاد منه ما هو قايس يكون الأجور وقايس هم على حسابات وارواق يجمع عيني هلا ما هو شي ما هو شي لا هين رجعوا الصقاع وهذا واللي قال لهم عامل والله رعرفوا في الست يغير لا يقبضوا لا الجزء اللي تحت ولا يخلوا المعلوماتكم انتم هذة قدوا تأكدوا منه ذا اللي يقولون هو الديوان وزير المالية رواركم بعد الديوان وزير المالية هذا فيه لمين العام وفيه المكلفين بالمهام كاملة وفيه المستشارين وفيه المفتشية العامة للدولة فيه الخلق كامل دي المصالح كاملة رايح في ديوان في ديوان وزير الاقتصاد المالية هذا الديوان فيه المبلغ ذه هو عندي فيه ثمانمائة واثنين وثلاثين مليون هي هي الانسكريبسيون بالجلتار لتظهر فيه. قال هذة ثمانمية واثنين وثلاثين مليون. فيها. فيها فصلين. فيها فصل ذلي خلاص لبين بي. وفيها فصل هلاثة. وفيها ذلي 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 قايس العمال اللي هو خلاصه. عمال وزارة الاقتصاد والمالية. اللي يخلص هوك شور اللي بيجي. قال هنا لا انها في شاش ما يوردونان. سقع من عند من عند الوزارة. وفيها بنت ذلي نقال له. النفقات الخرى. هذه ثمانمية واثنين وثلاثين مليون. الفيها ما هو الاجور. ثمانتعشر مليون. الفيها ما هو الاجور. ثمانتعشر مليون. ديوان وزير الاقتصاد والمالية. السنة كاملة. ميزانية والمرصودة الواثمنتعشر مليون من العوقية. اللي فاتوا استخدم منها الى الجمس اليوم. سابق نجيكم بساعتين. اربعة واربعين في المية. اثمان ملايين واثمنمية من اثمنتعشر مليون هي اللي فاتوا استخدمت طيلة الشهرة اللي فات خطات. والديوان اذا هو قلت لكم كامل. الامانة العامة. المفتشية العامة المالية. المستشارون. المكلفهم بمهام. الفاتوا عملوا من الفونكسيون ما من بداية العام الى ذرك. اثمان ملايين واثمنمية. اربعة واربعين في المية من ميزانيتهم. الفات خطات. لدي باسماء الاخر. سي لدي باسماء على الامسة الاريال. ذا اللي ينداره بداية العام. كيف يفضر كذا هما لا ينتوقعوا. اهل وزارة الاقتصاد والمالية. وهل وزارة التجارة. وهل وزارة الزراعة. شلا يعودوا عمالهم العام الجاي. وشلا هي يقبضوا. تنكتب اني سكريبسيون بالجتار. يا قير ما عندها علاقة تنفيذها بالوزارة. نهائيا. كجميع الوزارات. يا قير في النهاية ما لا ينتفق في بند الأجور والأعمال. يكون ذاك اللي مصادق عليه البرلمان. تعي لا يزيد في النهاية ذا اللي ينتفق على ذي الوزارة هون. يا قير لا ينقص في لا ينقص في وزارة اخرى. هذا نقال لهم بنفس 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 التفصيل السنة الماضية. يا قير فرصوا عليهم يا رجعوا. لوا. وبصيغة اخرى. لعله يعود حد نسى ولعله يعود حد ما سمع ذاك الساعة ينقال له. اذا هو معنى ذا دباس ما. وهذا. ثم كاملين مطلوب منكم. سيت ترزور ذاك هو تدخلوه وتشوفوه. ولين تجبروا فيه الشي ما الذي قتلكم. الله لا يسترحد منكم ولين يسترنى فيه. فيما يخص السؤال الاخر اللي طرحت. على ذا الاجراء اللي عدنا اللي هو مدير المؤسسة لا يعدوه. هذا اللي هو اللي قايل القانون في النهاية. لا في شي. يا غير تمونك انت ان هذا اشبه من الوضعية الاخرى. اللي كانت تفهم كارنة دي شك. يقد ينصرها منها وراه ما ينجابوا لبيس جستفيكاتيف والامور كامل ولمرشي وعد الورا ذاك. وارك عندك سلسلة معروفة. برصة اللي يدخل دابور لدي فيو يدخل ذاك اللي يجراءات بعض كاملة. وفي النهاية المحاسم ما زالت عنده مسؤولية انه يتعد عنده البيس جستفيكاتيف كاملة حاكمهم. وفهم اللي تريزور. وفهم طبعا المفتشية العامة للمالية وللدولة اللي ماهم اللي ماهم اللي ماهم ماهم ساكنين عنده ولا يقدارهم اللي في حد. لا يعدلوا عملهم. وهذا لا يعدلني يعدلني نجيل 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 السؤال الوخر. لن المفتشية العامة للدولة نكتب علنها قاست قاست وزارة المالية. وانه ذاك مأثر على لمشاعري. انا مأثر على مشاعري لا يشكل من الدعاية اللي ذا نفسك. المهلا المستوى اللي يتصلوا. وزارة المالية شنه لما تجيه المفتشية العامة للدولة? ولماذا لا تجي القطاعات الاخرى ولا تجي ولا تجي ولا تجي الوزارة الاقتصاد المالية? شنه الفرق شنه? ما هو خالق. ما هو خالق وتوف؟ بيقول لي لا قطاع كجميع القطاعات. ولي انت للمفتشية العامة للدولة لا تجي القطاع. ما هي مسولة مسولة. اللي كانت جيه والله ما تجي. ومشاعر وما مسول عنها. ولا مخلي حد انه ما تجيه المفتشية العامة للدولة. هي التفتيش كاملة. النظام عملها. تعدى البرنامج معدلته هي شيخ فيه في اللول. يقد يتغير في حالة وحده. ما لا ينقلع منه شي. يقالي لا يعاد. مراكز القلال الاخرى عندها معلومات. ما يفهم تعطي تؤكد لها. هي ملزمة منها تعدى لذاك. يا غير ما يدخل لها. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني. المشاعر يانا ما يغيرها. ما يغيرها. ما فهم شي تأكد وتمونك. على أن حد على الجبهات. وحد واحد في ذا. يلين يعود وحاسب شي أخر مخمه. معناه أنه الله بسم الله الرحمن الرحيم. ما فهم شي أسوأ هو وشنهو. يقد يخم مني. في شي أسوأ هو وشنهو من اللي يتعلق ذي الأمور اللي ذنبتها. يا غيرها. أنا مشاعري شي قدال حد فيه. وش يعني يا كان ذنبونك عندي والله مهمونك عندي. هذا عمل مسؤول. مسؤول عن شي. يا الله يعود أي وقت لا ورق ولا صبح ولا نهار الثاني. مستعد. ولا هو منأة ولا هو في أمان أنه يجاوب عليه. يا كان الصالة الجواب لا هي هيش يذكره وآخره. إلا أقنع جواب وراه أقنع وإلا ما أقنع يخلص السعر اللي يالله يخلص. وهذا هو واحد كامل تخلي داره يالله يعود يالله يعود مستعد له. وأنا نقول لك أني جاهز له مستعد له. لما يأخذ قضية لطباء. أول مرة. قلت نجاتني. أول مرة نسمع بها الملف فرق. أول مرة نسمع بذلك الملف فرق. مقرش. على النفاة قلنا ذلك حاصر وزير الاقتصاد المالي. قلت رايك تقلت هم عاد داخل به اللي ما لاه يتعيصر. إرقاش. في ذول المبديات ماني أنا هو الحاصر. سوى عالم به وسوى ماني عالم به وسوى كذا وسوى كذا. هذا دعاية جزء منها دعاية جزء منها كذا جزء منها كذا. قال تمونك أن هذا ما هو لاه يغير مثقال ذرة في المنهجية الواحدين فيها. لأنه مقتنعينها منهجية صالحة. ثمنها متين. وفخامة رئيس الجمهورية هو مذنة ومتعرض. ضحى بذلك القادية ضحى به. إحنا جزءنا دوني نعد مستعدين نخلصوا هذا السعر. الإصلاح ما قطعت سهل. خصوصا الإصلاح في بلاي ذات اللي حقنا فيهم درجة. إحنا مستعدين نخلصوا هذا السعر. من عرضنا. ومن دمنا إلى اقتضاء إلى اقتضاء إلى اقتضاء إلى اقتضاء الأمر. ما فيه أي مشكلة. هالا الملف ما قطعت به. ما هم صلاحيات وزارة الإقصاد والمالية. لا ذاك السابق في بلوكات سيرته وزارة الإقصاد والمالية. ولا ذا اللي عاقبه في المرصة سيرته. ولا ذا اللي مدرسة الشرطة سيرته. وهو لا مثال منها. إذن هذا عند قطاعات. والدور تعدل فيه ذاك العمل اللي هو هو العمل المرسوم له. ولا تنوع له. وهذا الوزراء الوزراء. وهذه الحكومة. أخوتي طمهية في المواطن وضمهية في الشعب. ولا تشكونا رقاجلين يعود وزير. والله يعود مدير. إنه ينقلع من نفسيته. قال إنه ما تلاقي رعي في عادل إيم ولا تلاقي. هذا يلاقي لكم حد ما يجد عليكم. لا تصغروا. ما يقدي صح. إذن القطاع لا يعدل له. لكن يا الله. يا الله صالح. وأنا ما عندي. قلت لك أول المرة نسمعه. ما عندي أي فكرة عن عن الملف. قلت نجاوبك. نجاوبك. نجاوبك عليه. ظاهر لي أن هذا هذا هو أهم شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الوزر قال عنكم هاكم تكتتبوا أساتي لمركز تكوين وطر الشباب. ولنكم هاكم محورتوا. محورتوا تكتتاب شر أساتي الجامع. وعلى تكتتاب جامعي. بينما أنتم عندكم خرجين وفتشين الشباب والرياضة. وعندكم أطرفهم. ساموا. وهم كانوا هما لأولاب هذا. كان قضية حقيقة والله ما يحق. شكرا. إذن شكرا. آآ بالفعل في اكتتاب على مستوى المعهد العالي لأطر الشباب والرياضة. اختار نقول بأن هذا المعهد آآ آآ تم فيه تكوين مجموعات كبيرة من الشباب اللي اليوم ترتكز عليها وزارة الشباب والرياضة. وتم افتتاح والفين وعشرة. وآخر مرة يتم فيه تدريس كانت الف وتسعمائة وتسعين. وافتتاح الفين وعشرة. والفين وحدعش والفين وثرتعش. وهو اللي موّن وزارة الشباب والرياضة بهذا الأطر اللي ترتكز عليهم اليوم. هذا من ناحية. من ناحية خرى فيها قانون آآ تم اصداره السنة الماضية. القانون صفر سع وعشرين الفين وستعاش. واللي يقضي والله الهدف منه هو آآ بأن رياضتنا تعود مهنية. وإياك مدت عندها رياضة مهنية. لا بد من تشتغل على عدة محاور. إياك نواكبوا هذا القانون. وإياك نواكبوا لجراءات المواكبة القانون بأن المعهد يكون حاجيات قطاع شباب ورياضة من الأطر اللي لا يستفادوا منهم ولا يشقلوا الشرايك وتشقل الدولة يفيدما بطريقة عفوية. استفاد معنى زاد يعود فيما أطر مكونين. حسب طلب قطاع رياضة وقطاع الشباب في بلدنا. وأيضا للقناة اللي فتحناه في الأسبوع الماضي والله اللي تم الإعلان عنها المصادقة عليها في الأسبوع الماضي. واللي الهدف منها أيضا هو إيجاد وسائل تمويل دائمة ومستمرة على قرار الدول كاملة تعود متاحة للفرق والأندية في كافة الرياضات اللي في بلدنا. إذا هذه إجراءات مواكبة تتأخذ الدولة إياك رياضتنا تنتقل من الرياضة الكهوية إلى رياضة مهنية تعود تعاون في الاقتصاد لجائل السؤالة. تعاون في الاقتصاد وأيضا مملي تعود تشرفنا في المناسبات والتظاهرات الدولية اللي شارك فيها البلد وشارك فيها عالم البلد. إياك تم دائما مرفوع الفوق. تم طلب بكتتاب ساتذة الصالح المعهد. إياك تلاميت. أولا يعود عندنا طاقم تدريسي. لأنه كان فيه طاقم تدريسي. يقال طاقم تدريسي ما كان عالي. لأنه تم تحويله إلى معاهد عالي. والمعاهد العالية كاملة عندها قانون تم صدره 2006. هو هو اللي نظم بن إياك يدخل حد في هذه الأسلاك التعليم العالية. لا بد من نعود حاصل على الشهات الدكتوراه. والله فم أسلاك من عند تكنولوج ومحدة في القانون وفم قانون واضح وليضبطها. إذن هذا الاكتتاب تم. فم طلب الأربعة أساتذة متخصصين في الرياضة والشباب. وتم الإعلان عنه عن طريق اللجنة الوطنية للمسابقات. هي المسؤولة عنه. طبعا هذا الاكتتاب عدناه داخلي لجميع موظفي دولة. معناها فم شروط أيضا في قانون الوظيفة العمومية أحد كاملة فيه. يالت يعود يطرح فيه وشارك فيه. طبعا يجب أن يعد عنده تخصصات المطلوبة. ونحن كوزارة للشباب ورياضة. ما أنهما اللي متابعين شأنه. معناها عدنا الطالب وطرحنا التخصصات المطلوبة. وفم لجنة أيها اللي متابعته. وفتحت الملفات والجميع اللي شارك فيه. لأنه عمل اعتقد بأنه شفاف اللي اليوم. واللي كامل طلب المشاركة من موظفين الدولة. واللي مستتم على تام شروطه. يالت يعود قد يشارك فيه. وطبعا المسطرة متابعتها اللجنة الوطنية للمسابقات. ولانه يحاسب وشيفي وغير هذا. شكرا. 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 شكرا.